جولة اقتصادية جديدة والبداية بشأن المحلي حيث يشهد الريال يمني حالة من تذبذب في سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية بسبب استمرار المضاربة بالعملات ورغم تحديد البنك المركزي بعدا سعر صرف الدولار الأمريكي للاعتمادات المستندية في البنوك التجارية لشراء المواد الغذائية الأساسية بـ 520 ريال إلا أن الأسواق المصرفية تخالف هذا الرقم وتتعامل في سعر صرف الدولار ما بين 544 و 555 ريال فيما يتراوح سعر صرف الريال السعودي بين 143 و 146 ريال ودعا خبراء اقتصاديون البنك لاتخاذ كافة الإجراءة للحفاظ على استقلال العملة الوطنية والضرب بيد من حديد المتلعبين بها قدم الخبير الأمريكي ديفيد هاردن الذي يعمل مديرا لمجموعة جورج تاون الاستراتيجية وأشرف مؤخرا على تقديم المساعدة الأمريكية لليمن في مقال نشره موقع ذهيل للأمريكي رؤية لمعالجة الملف الاقتصادي في اليمن وفي مقدمتها يجب على البنك المركزي اليمني تحويل النظام المالي للدولار بحيث يصبح الدولار الأمريكي والريال السعودي والريال اليمنية جميعا عملة قانونية وقابلة لتدول في اليمن والتعاون بشكل وثيق مع صندوق نقد الدولي لإكمال تقييمه التشخيصي وإعادة البنك المركزي بالكامل إلى النظام المصرفي الدولي مع إضفاء الطابع المؤسسي على استخدام المدفوعات الإلكترونية والشيكات عبر النظام المصرفي وتوسيع نطاقها بهدف الحد من الفساد والسماح بالتدفقات المالية من خلال القنوات المصرفية المناسبة شارك اليمن في عمل المؤتمر الدولي لإقتصاد الأزرق المستدام المنعقد في العصمة الكينية نيروبي وناقش المؤتمر تعزيز التنمية الاقتصادية باستغلال أنسب للموارد المائية وتعزيز دور التجارة البحرية في رخاء الشعوب والدول واستعرضت كلمة بلادنا في المؤتمر الأهمية الجوستراتيجية لليمن وإطلالها على مضيق باب المندب أحد أهم الممرات العالمية التي تمر منه حصة كبيرة من تجارة النفط والغاز والتجارة العالمية يوميا كما تدرقت الكلمة إلى التهديد الذي تمثل ميليشيات الحوثي من خلال استهدافة سفن التجارية وحاملات النفط ووضع الألغام البحرية أحالت السلطة المحلية بمدينة مأرب ثمانية من كبار تجار الجملة لمواد الغذائية المخالفين إلى النيابة العامة لتلاعب بالأسعار وسوء التخزين في مخازن بضائهم بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأكد مدير مديرية مأرب عدم التهم مع أي متلاعب بالأسعار أو باحتكار أي من المواد الأساسية لمواطنين واحتياجات مضرورية من جانبه أشار مدير فرع مكتب الصناعة والتجارة بمأرب أنه سيواصل نزول الميدان بشكل يومي للرقابة على السوق أعلنت غرفة العملية المشتركة للغاز بمحافظة إبا عن رفع حصة المحافظة من الغاز المنزلي إلى ست مقدورات يوميا من قبل شركة صافر وأوضحت الغرفة التي تتخذ من مدينة مأرب مقارنها عن تواصل عملية في توفير الغاز بشكل يومي منذ أشهر وبيعه للمواطن بالسأل محدد بألفين ريال بهدف التخفيف على المواطنين من تبعات متاجرة الميليشيات الحوثية بمادة الغاز المنزلية وبيعه للمواطنين بأكثر من ستة آلاف ريال وحذرت الغرفة من التلاعب بأسعار بيع الغاز من قبل محاطات منوهة لمواطنين في عموم مدينية المحافظة الإبلاغ عن أي حالة بيع أن الغاز تتجاوز سعرها المحدد ألفين ريال شاملة عملية النقل وأخيرا تنجعت أسعار النفط تحت ضغط إنتاج السعودي القياسي رغم ما السعي أكبر منتج في أوبيل خفض الإمدادات قبل اجتماع المنظمة في نمسا الأسبوع المقبل حيث نزل خام القياس العالمي برينت في العقود الأجل عن ستين دولارا للبرميل بينما ترجع خام غرب تكساس الوسيد الأمريكي في العقود الأجل خمسة واربعين سنتا إلى واحد وخمسين دولارا وثمانية عشر سنتا للبرميل وفقدت أسعار النفط نحو ثلث قيمتها منذ أوائل أكتوبر متأثرة بتقمة بدأت تظهر في المعروضة وضعف الأسواق المالية عموما